مشاهدينا التساع صباحا موعدنا مع موجز الأهم من الأنباء مع دينا شرفت شكرا لك جمانا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع المحافظات الجمهورية وخلال اجتماع النمع رئيس مجلس الوزراء ووزيرية الكهرباء والمالية ورئيس هيئة الشؤون المالية لقوات مسلحة وجه رئيس سيسي بالعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع ناقش تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة التنمية وبرامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة كما تناول الاجتماع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار التقى بدر عبد العاطي وزيري خارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع نظيره الأغندي جيجي أوتونجو على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك تناول اللقاء مصارات وأفاق التعاون التنائي بين القاهرة وكامبالا ورؤية مصر حول أسس التعاون السليم بين دول حوض النيل وأشدد وزيري خارجية خلال اللقاء الأهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول التقى وزيري خارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سندي مكين على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزيري خارجية تقديم كل الدعم اللازم لمكتب البرنامج للمساعدة على تنفيذ أنشطته في مصر وفقا للأولويات المشتركة والتطلع لقيام البرنامج بالحجز السريع للموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة الاستراتيجية في مصر خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية واللاجئين هذا وشهد اللقاء بحث الأوضاع في قطاع غزة وأيضا عبر عبد العاطي عن قلق مصر من تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع منددا في هذا السياق بسياسات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح للحرب كما أشهد وزير الخارجية والهجرة وشؤون مصريين بالخارج بدر عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية السولفينية في ظل ما يجمع البلدين من علامات وعلاقات مميزة مؤكدا على ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية لللجنة الاقتصادية المشتركة وخلال لقائه مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سولفانيا تانيا فايون على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجماعية العامة لأم المتحدة في نيورك نقش وزير الخارجية تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات بغزة والضفة الغربية ومستجدات الأحداث في لبنان هذا وشدد وزير الخارجية على موقف مصر بضرورة تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق معربا عن قلق مصر البالغ من التصعيد الخطير في جنوب لبنان بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية قال المتحدث باسم المجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدات تدرك أن الأمور لا تسير في الاتجاه الأفضل وأنها لا تريد أن تكون هناك جبهة أخرى في لبنان وضف كيربي في تصريحات لشبكة ABC أنه لا يزال هناك وقت ومجال العمل الدبلوماسي لحل الصراع وإعادة الإسرائيليين لمنازلهم في الشمال مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها قوة عسكرية كبيرة وقادرة للغاية بالمنطقة أعلنت الفصائل المسلحة العراقية أن سربا من الطائرات المسيرة انطلقت من العراق باتجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتلة كما أشارت المصادر إلى أن سربا من الطائرات المسيرة هاجمت أيضا غور الأردن في إسرائيل هذا وأعلنت مصادر إسرائيلية تفعيل المضادات الأرضية للتصدي لمسيرة أو لمسيرة جنوب الجولان المحتل وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وقالت وسائل أعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بدير البلح وسط القطاع ما أصفر عن خمسة شهداء بينهم أطفال ومصابون كما قصفت طائرات الاحتلال منطقة سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي شمال القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية حيي الصبر والزيتون جنوب مدينة غزة مع أصفر عن سقوط شهداء ومصابين ختم مجزئات تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا